روبوت لاستشعار الحرائق بالتحكم عن بعد ابتكار للشاب أصيل ويمكن استخدامه سلاحا كما يقول في حال تطويره ودعمه أفكار شبابية يمنية وابتكارات وردت من رحم معاناة الحرب ينقصها الدعم كما يقول يمكن استخدام الروبوت في مجالات كثيرة منها مجالات حربية، دفاع مدني، في مجالات عدة أخرى ما طالبنا هو الدعم المادي والعلمي أنا أطلب الدعم العلمي قبل الماتي لأظهر إبداعي صح ولإكمال المشروع بشكل منتاز استيعاب الشباب اليمني المبتكر من خلال المسابقات السنوية هو ما تقدمه صنعاء إليهم فقد جرى استيعاب 420 شابا في مسابقة المبتكر اليمني العام الماضي ويؤمل استيعاب ألف مبتكر جديد خلال هذا العام تم استيعاب العام الماضي ما يقارب 420 متسابق وتأهيل 150 ومن ثم تم تأهيل إلى 60 واختيار الفائزين وكانت المؤشرات والنتائج في هذا البرنامج جيدة حيث تم رعاية أكثر المشروعات التي تم إظهارها في البرنامج ابتكارات الشباب اليمني تنوعات منها جهاز الغسيل الكلوي المتنقل وجهازا إنتاج الأكسوجين وفحص السكر وغيرها من الأجهزة التي تركزت على ابتكارات طبية كبدائل للمستوردة التي غابت نتيجة حرب التحالف وحصاره مطالب المخترعين الشباب اليوم تتلخص بضرورة إنشاء مؤسسة رسمية حاضنة تستقبل المبتكرين اليمنيين طوال العام وتعمل على دعم ابتكاراتهم الاستثمارية والخدمية أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين